ضيف الساعة ونقرأ من الصفحة الرسمية متاعكم على موقع فيسبوك. بالنسبة لكم انتوما الاولوية هو انجاح الاستفتاء في المرحلة هذية. وكتاب الدستور جديد يقطع مع دستور الفين واربعتاشر اللي انتوما تعتبروه باب يشرع للفساد. شكرا وربي اعونكم ان شاء الله. جزيل الشكر لك. وقلبي معكم. واحنا في حاجة الى. سيف صحون بالنسبة لكم الاعلاميين معناها. فهمتني. اه بالنسبة للموقف اللي حزب دونك ما هوش جديد. معنا احنا اخر مرة كنت معاكم. قلت لك كما البقية قالوا سنعمل كل ما في وسعنا. من اجل انو المسار هذية ما ينجحش بالنسبة لهم. احنا زادة باش نعمل كل ما في وسعنا. باش نقدم كل جهدنا. وكل ما يمكن احنا حتى بعض التنازلات. فهمتي ولا? انو المسار هذية اي اه ينجح. اه مشاركتنا في الحوار جيت من هذا من هذا الباب. احنا حارسين جدا على انو المسار هذية يتقدم وكل خطوة الى الامام معناها هي اه تقطع معناها مع مع الماضي اللي عشوه التوانسة وتفتح الافق اللي مستبشرين به التوانسة الكل على الاقل من خمسة وعشرين جويلة لليوم برغم كل ما رافق من اه معناها اشكاليات هنا وهناك. احنا نعتبر انو في المسار العام في القرارات الكبيرة الى حد الان اللي ندينا بها قبل خمسة وعشرين جويلة لا تزال هي تعليق العمل بالدستور وكتاب الدستور جديد للجمهورية التونسية اه تغيير القانون الانتخابي او كل القوانين النظمة الحياة السياسية اه معناها هذية الكل من الزنة ماشين فيه باتجاه الاستفتياء وعرضوا على الاستفتياء الشعبي باعتبار انو مش ممكن باش نجموا نعودوا الترجمة متاع مجلس اه تأسيسي. في الاتجاه هذية جاء الحوار الوطني. انت تعرف اللي كانت عندنا احنا رؤية اخرى الحوار انو يكون افقي ويكون معناتها على مستواجهة وتشارك فيه الناس على نطاق واسع. اعتقد انو رافقوا برشة جدل برشة اشكاليات معناها ما باش انطلق الحوار انطلق في حدود. اعتقد انها الى حد اليوم اه معقولة. هذي هو المثالي. كان ينجم يكون الووضع خير. كان ينجم يكون خير. لو كان اه كان الوقت قبل شوية. لو كان اه مباشرة بعد الاستشارة معناها الالكترونية تم الفتح على مستوى الحوار لانو كي نحكيه على. افقي اشنو تقصد بيكون افقي مفتوح اكثر على فئة الشعب. ولا مفتوح اكثر اليوم انا واحد من يسمعتها كان نقول لك كديش جيت من مقترحات وكديش من اتصالات من جمعيات مدنية سوى معناها ناشطة في المجال الثقافي ولا في المجال البيئي ولا في المجال السياسي ولا غيرها على مستوى جيهوي وتعرف انو مثلا كي نحكيه حتى كان على المجتمع المدني فقط مع تفهم جمعيات في بعض الولايات ذات خصوصية كما مثلا جمعيات البيئة في الساقس ولا في قبسين تضاهي احزاب معناها في 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 وزنها الشعبي وفي فعليتها فما جمعيات ثقافية اتحاد الكتب غيرها اكثر من ذلك معناها الجمعيات انتع ذوي الاحتياجات الخصوصية اللي معناتها عندهم زادة حتى هما معناها ما 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 يقولوا في المجال هداية معناها تم تمثيلية المرأة من خلال اتحاد المرأة الاعراف. يا مزئسي محسن كنت سمح لي انتي 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 حزبكم على الاقل حزبكم اضرر في ثلاثة جلسات لحد الان. هل حقيقة حسيت انه فما بناء? حسيت انه فما تقدم من نقطة ايه لنقطة باء? هل فما حاجة تراكمت على مدى هالثلاثة جلسات هدو? هو في الثلاثة جلسات هو مزوز جلسات لانه الجلسة الاخيرة كانت تلحوارة مع ممثله الحكومة. اي 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 اه ولا. معناها الجلستين الاولين اه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي على الاقل معتها الاخلمي العام زهير حمدي معناها يعتبر انه نقاش مهم لانه لأول مرة يصير نقاش على قل من جهتنا. باعتبار انه نمثل ورؤية معاينة في فيول في الاقتصاد وفي الرؤية لدور الدولة وللقطاع العام والقطاع الخاص والتضامن وغيرها في مقابل قوة اخرى عندها رؤية مختلفة. لأنه زاد في فسط الحوار فما خبراء عندهم توجهات ليبرالية فما حزيب سياسية من المطهر الشعبي عندهم توجهات اجتماعية واشتراكية حتى معانيتها في المجال هذية معانيها معاة دولة التنموية الديمقراطية والراعية وغيرها الحوار كان مهم سرتوه في الجلسة الثانية معانيها المقاربة اللي احنا اللي قدمناها اللي تعنينا اللي قائمة على دور للدولة في مقابل سوق شفافة لأنه زاد في المقابل كما معانيها موجود أنه لابد من دور للدولة في توجيه الاقتصاد في الأولويات في الرعاية الاجتماعية في القطاعات الاستراتيجية في كده فما زاد القطاع الخاص يختنق لأنه السوق التنسية السوق غير شفافة أما بل لكن نرجع للسؤالي هل تحس أنه الجلستين هذو ما مكنوا على الأقل من الرؤية المختلفة هذي أنهم يقربوا البعض أنه على الأقل يكون ثم مشترك من رأينا على الأقل أحنا كتيار شعبي نأكد لك وهذية معانيها في التقرير اللي وضعه لأخذ وهي معانيها جدام المكتب السياسي أنه نقطة نقاط الالتقاء كبيرة وقت اللي تشوف أنت طرح التيار الشعبي معانيها في المجالات الاقتصادية وغيرها معانيها يوصل يوثني عليه أو يقول لك معانيها بعض القطاعات الأخرى مثلا القطاع الخاص وغيرها أنه راه هذية فيه مقاربة كما يحمل فئات الاجتماعية ويحمي الدولة ويحمي القطاع العام راه زادة معانيها وفما حتى التفاجأ معانيها بأنه أحنا حارسين على وجود قطاع معانيها خاص معانيها نظيف ومنظم وعنده معانيها تكافؤ الفرص وفي سوق شفافة تسمح بالمنافسة معانتها أربع عائلات ملكين القصة الكليكة والبقية هي مشيين وأحيانا يزبق تخدم سطرطون عندهم إذا كان رضاو إذا كان رضاو عليك دونك في هذية معانيتها أحنا ما نش عدميين في المجال هذية أيضا معانيتها في الاقتصاد الرديف الآخر اللي هو الاقتصاد هذية طرح الطيار الشعبي اللي نعفوه ومهوش جديد فهمتني دونك هذية أحنا مشنوه الجديد هو أنه الأطراف المقابلتنا في الحوار اللي نحنا كنا نتصور أنها بش يكون معانيها بلاكس معانتها فهمة مقبولية كبيرة للحوار في المجال هذية يقول لك راه وإحنا ما نش ضد دور الدولة ما نش ضد القطاع العام ما نش ضد ما نش ضد ما نش توجيه الاقتصاد حسب أولويات ولكن زادة معا إيتيحة الفرصة للقطاع الخاص أنه يخدم بنضافة لأنه اليوم ما عاش فهمة قطاع خاسر أو في التورس فهمة كنطرية ومهربية بش يتمثل من بعد هذية هو شنو المطلوب ما نش ضد ما يتكتبش في الدستور يلزم يتكتب لأنه إحنا شنو في الدستور ولا في ورقة لا في الدستور لا في الدستور لا في الدستور نحنا نحكيه على المبادئ الدستورية لأنه الإضافة اللي بش تحصل في الدستور 2022 معنايتها هي دسترت الاقتصاد معناها أنت تحكي معناتها على مثلا دور الدولة يصبح مدستر ما عاش يجي واحد يقولك لا الدولة ما عندها حتى دور وإذا ما تخرج من المعادلة وقت اللي جي تحكي أنه الاقتصاد التونسي اقتصاد منتج قائم على قطاع عام وخاص وتضامني دهونك يلزم القطاعات الثلاثة هذوما ينالوا الفرصة متياحهم معناها ويخدموا على الارواحهم وقت اللي جي الدولة تتعهد بأنها معناها باش تنهض بالفئات الهشة والضعيفة وتنهض بالجهات المهمشة أو ما يسمى بتذويب الفوارق بين الطبقات موش الصراع الطبقي فهمت يقول لي هذي يزم يدستر أن الدولة تحمي الثروات الاستراتيجية أن الدولة تعمل على تحقيق معناها التكنولوجيا الملائمة والأمن البيئي والسيادة الغذائية إذي بش الدستر سمحسن مبين ورقة عمل الحكومي ودستور لأنه مثلا نعتيك مثال الدستور 2014 فيه الحق في الشغل وفيه الحق في السكن وفيه الحق في الصحة والبيئة هذا كل ما كانش موجود أو على الأقل لليوم الناس هذا عنا نسب بيطالة فلكية عنا بيئة ملوثة إلى درجة لا يمكن أن حتى وين تمشي تلقى الأوساخ متراك كونك تحط هالحاجات هذي في الدستور مش معناها كوني بيش تتطبق المهم كيفيش بيش تتطبق شنو الآلية اللي بيش تخليك تطبقها وهذا ما يجيش في الدستور هو لا مش ما يجيش لأنه تقريبا دستير العالم اليوم على الأقل الدستير اللي كتبت في العقد الأخير لكلها معناها من كل التجارب من أمريكا اللاتينية إلى بعض الدستير في أوروبا إلى الدستور الجزائري اللي تكتب معناها منذ تقريبا سنتين إلى الدستير الأخرى لكلها أصبح باب الاقتصاد والوضع منها والحقوق الأساسية الاجتماعية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية مثل العمل مثل الصحة مثل التعليم النقل البيئة الثقافة أصبحت حقوق ثابتة ومدسترة في الدستير مسألة تحقيقها من عدمه لكن ديمقراطية مفميش على أرض على أرض الواقع نحن نحكي وعلى مبادئ دستورية يزم تتوفر لأن الدستور هو الوثيقة التعاقدية التي نحتكم إليها حق التوانسة أنه يدستر في بيئة سليمة ونظيفة وأن الدولة تسعى إلى الاتجاه هذا يزم يكون موجود موجود في 2014 فهمتني معناها ويزم الحكومات الصياغات أنا واحد من ناس أميل الإصاغات الإلزامية للدولة منها إلى الصياغات المطلقة الحق في العمل هي وشكون يضمن الحق في العمل لذلك حتى الصياغات في حد ذاتها لأنه رأوا اليوم كتمشي إنت المحكمة الدستورية ولي تمشي بش جش فهم الصياغة الدستورية يقول لك الحق في العمل ولا عندك حق بره ولا عندك حق في العمل هكما شكون يوفر وشكون يضمنوا احنا مع انه الدولة تضمن الحق في العمل وتقلق مناخ معناها عام يوفر الشغل للناس. هذا هذا مربط الفرس هالمناخ العامل يلزم يتخلق باش تتوفر مواطن شغل. بمعنى في 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 الفين واربعتاش كان كما قلت لك فما جملة من الحقوق. اليوم اي عطل عن العمل كان يمشي للمحكمة ايش كي يقول انا يا اخوي مواطن تونسي وعندي اللوج على ابحث جديا عن شغل. وما نيش لاقي. والدولة ما وفرت ليش شغل. شوف. شو يكون موقف. مربط الفرس ما يزمناش نخلطه ما بين الدستور. وما بين العمل الحكومي. وهذا هذا سؤالي. لا لا. معناها الدستور. هو وثيقة تعاقدية كبرى فيها التوجهات. فيها المبادئ. وفيها المبادئ. فيها المبادئ العامة على كامل المستويات. المبادئ اللي تحكي فيها موجودة في دستور الفين واربعتاش. لا لا مهيش موجودة بالشكل اللي بشتوجد فيه. خاصة كي نحكيه على اقتصاد اقتصاد. احكيه على رؤية اقتصادية للبلاد التونسية كيفاش تحبها تكون. بما في ذلك معناتها علاقاتها الخارجية في الاقتصاد وغيرها. هذي ما كانش ما كانش موجود. يبقى هنا. هذي شنوه بش يترتب عليه بعد تالي في المشهد السياسي. اعتقد فما حلقة اخرى اللي احنا نحبوها زادة تدخل للنقاش اللي هي القانون الانتخابي. لانه القانون الانتخابي هو اللي بش يفرز البرلمان والحكومة. ورئيس الجمهورية نفسه اللي بش ينتخب معناها في وقت في وقت اخر. هما اللي بش يقيموا على تحويل هالدستور وهالمبادئ النبيلة هذية والعامة في الاقتصاد في الاجتماع في الثقافة في الحريات في غيرها. الى معناها واقع معاش للتوينسة. هذيك عليش. الحلقة الثانية بعد الدستور هي قانون انتخابي يمكن الشعب التونسي من ان ينجم يختار افضل ما يمكن في بلاده من رؤى ومن شخصيات ومن توجهات سياسية. تنجم تحقق له الامر هذية على امر على ارض الواقع من خلال برامج مفصلة خطر كي نحكيه ومعتها على قطاع عام ونحكيه على قطاع خاص وتضامن. هذا مبدأ عام. ولكن على مستوى الواقع كيفش بش يتم اصلاح القطاع العام هذية من تطهيره من الفساد ومن البيروقراطية المتعفنة ومن معناها المحسوبية ومن غيرها كيفش بش يتم اتاحة الفرصة الى قطاع خاص في سوق تنافسية وشفافة كيفش بش نبنيه اقتصاد التضامن اللي نحنا عندنا عشرة سنين نحكيه على اقتصاد التضامن في حين اليوم معتها كنشوفه احنا مثلا في 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 البرازيل معناها يشغل تقريبا سبعة بالمئة من يد من يد العاملة وفتح معناها ملايين من البيوت البرازيليين وغيرها في العالم هذي يطلب برامج معناها سياسية سواء كان الاحزاب ولا الحكومات المتعاقبة بش تحكم به وهني يلزم قانون انتخابي زادة محكم يقطع دابر معناها المظاهر السيئة اللي عشناها في السنوات الفرطة كل بش يمكن التوانسة من انهم يصعدوا ناس تنجم تحول هالقيم والمبادئ هذي على ارض الواقع بش نوصلوا حوارنا مع الناتق الرسمي باسم الطيار الشعبي في متابعة كذلك اللي قاعد يصير في مباراة تونس واليابان المنتخب التونسي يضيف الهدف الثاني هدف للفرجاني ساسي اثنين بلاش في دقيقة ستة وسبعين لتونس ضد اليابان في نهاي دورة اه كيرين بش نمشيوا مع فاصل قصير عناوين الاخبار مع صفية المحرر وراجعين بش نوصلوا حوارنا مع الناتق الرسمي باسم الطيار الشعبي ناخدوا صفية المحرر على الطائرة اهلا وسهلا بك صفية تعطينا عناوين الاخبار اللي بش نسموها بعد ساعة مرحبا وليد اهلا وسهلا مرحبا بكل سيدة المستمعين خليني قبال الساعة نقول لتونسي لحد الان متقدم هدفين مقابل سفرة من منتخب اليابان نمشيوا للاخبار في ماضي ساعة ونص نرجع على تصريح لوزيرة الصناعة اللي تتحدث عن استرجاع نشاط المعارض والتظاهرات بعد جائحة كورونا كان هذا خلال حضورها في صالون بيترو افريكا في قصر المعارض بالكرام وزير النقل ادى البرح زيارة الى ميناء جرجيس نرجع على تفاصيل الزيارة هذه نمشيوا للجسرين نحكيوا على 43 حالة غش تم تسجيلها امس في ولاية الجسرين في امتحانة البكالوريا وفي العالم الامارات تشدد تدابير كورونا بعد ارتفاع عدد الاصابات جزيل شكر ليك سافية المحرر اكثر تفاصيل في موجز مذي ساعة ونص على اكس بخسافين فاصل قصير ونرجع لحوارنا مع سي محسن النابتي الناتق الرسمي باسم التيار الشعبي كل يوم في حديث الساعة نفهموش ساير في البلاد نحلو الاخبار ونسئلو اصحاب القرار مع وديد برحومة مروين عشوري كل يوم من الاثنين للجمع على اكس بخسافين حديث الساعة ناوي تبني بطريقة جديدة تربحك وقت ومصروف مرحبا بكم في معرض البناء الايكولوجي والتجديد في الدورة 14 يومين 22 و23 جوان بمقر لوتيكا في تونس فرصة للقاء نخبة من المهنيين والمختصين في البناء الايكولوجي والتجديد برعاية صندوق الودائع والامانات سي دي سي منظمة العمل الدولية الاتحاد الاوروبي بينا بانك ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة سيتات لأكثر معلومات زوروا موقع الويب imotunisi.com.tn وصفحة www.facebook.com slash lesjourney de l'éco-construction ضيفنا الناتق الرسمي باسم الطيار الشعبي سيمو حسن النابتي جدد لك التحية نحكيه على الجلسات اللي شاركتوا فيهاي لحد الان في الحوار الوطني حكيتنا على المبادئ اللي تراوهاي اللي لزم تكون موجودة في الدستور وخاصة التنصيس على البعد الاقتصادي والاجتماعي خاصة الاقتصاد التضامني والاجتماعي ما تراش اللي فما من تقريبا مدة طويلة فما كونستا واضح للاقتصاد التونسي وللوضعية التونسية اللي كان من المفروض يكون منطلق في هالحوار هذي لأنه اليوم كونه جيل أطراف السياسية الأحزاب وتحكي في الموضوع وقتلق بيلا حتى فما شكون اللي تفاجئ من رؤيتنا كينكم قاعدين تتحاوروا في حاجات اللي معناها تكتشفوا فيها تباعا في وقت اللي فما فما كونستا فما فما واقع عايشينه في الاقتصاد التونسي اللي تعمل في اكثر من مرة وتحطوا وفما خارطات اللي ترسمت في اطار عمل الاقتصادي وغيره هذي الكله كينكم تكتشفوا فيه في الحوار الوطني لأ مش نكتشفوا فيه شوف ما مش نكتشفوا في العجلة كما يقولوا ولكن أعتقد أنه الدولة التونسية لحقيقة معتها سيرت بكثير من الفوضى في السنوات الفارطة إلى درجة أنه كتحط الاقتصاد التونسي على المعايير المعروفة في العالم ما تيجلوش حتى معاد ينتبق عليه حتى معيار معناها من المعايير الاقتصادية ومن النماذج الاقتصادية في العالم هو اقتصاد الفوضى صح التعبير معناها بيأتم معنى الكلمة وهنا راهوا الدول شوف الشعوب تحتاج إلى حلم وديما كي نرجع حتى لتجربتنا احنا الوطنية في الستينات وفي السبعينات التونسة كانت تخلق لهم حلم في مرحلة ماء الحلم ذاك تعلقوا به وأصبح قضية حياته وموته أنهم ينتصروا وقت اللي جاءت الدولة التونسية وعظمت من شأن التعليم والصحة والقضايا هذيك لكل بعد مرحلة الاحتلال معناها تصور أنت في الستينات وفي السبعينات البو والأم اللي ما قرأوش حتى نهار ويعيشوا في ظنك العيش يبيع دبشو بش يقري بنتو اللي ولدو اللي مرعا تنح ذهبها من ركبتها وتمشي قريه لأنه شعب كامل أصبح عنده حلمة جماعية يحبي يحبي حققها وأرجع أنت لكل التجارب في العالم معناها التجارب القديمة من معتها القديمة والحديثة شوف تجربة الكورية الصنغفورية الرواندية غيرها على أقل التجارب اللي تشبه لتونس الماليزية غيرها تخلق حلم كيفاش نحبوا بلادنا في المستقبل احنا في العشرة سنوات الفارطة كلهم يغني على ليليه وكلهم معناها يعزف على الوتر اللي يروقلو بل أنهم صغروا أحلام التوانسة إلى درجة لا تتصور أنا أمس بركة معتها رجعت هكيا معتها نشوف نلقى معتها زعيم تاع أكبر حزب في الـ spot متى عن الانتخابية هحكي على قفة هتصور أنت كيفاش تصغر أحلام الشعوب إلى درجة أنك تحكي له لا قفة في حين أنه المطلوب من دولة معناها رازحة تحت بطالة معناها متفيق بنية تحتية متهرية اقتصاد يحقق فيه تقريبا معناها على امتداد عشر سنين واحد نمو يعني تقريبا في المعدل المعدل العام هذه دولة تحتاج حلم كبير واذاك عليش احنا حطينا حطينا معناها أهداف كبيرة أن يكون عندك اقتصاد فيه سيادة على مقدراتك أنك تحقق سيادة تكنولوجية وسيادة غذائية وأمن بيئي أنك تحقق معناها شراكات اقتصادية متوازنة لأنه واحدة من العهات الكبيرة اللي ضربت الاقتصاد التونسي أنه تفرض عليه شراكات غير متكافأة إلى درجة أنه التوانسة ظل ممنوع عليهم أنهم ينجموا يطرحوا سؤال في الاعلام وفي الفضاء العام أنهم يقيموا التجربة متاع الشراكة متاع الاتحاد الأوروبي اسكي ربحنا منها ولا يخسرنا منها معناها علاقتنا بصندوق النقد الدولي لأننا نحن عشرة سنين من 2012 لليوم تقريبا صندوق النقد الدولي هو ليتصرف في التوجهات الكبيرة بتاع الاقتصاد حتى واحد ما كان عنده استعداد مش يحط العملية هذه على على المعنيها للتقييم احنا اليوم قلنا يلزم تدستر وتلزم الحكومات والرؤساء والبرلمانات الجاية بأنه تونس تبني علاقاتها وشراكاتها الاقتصادية على قاعدة رابح رابح وعلى قاعدة التنوع حيث مصلحتي نمشي أنا اليوم رهنيا مفاوض كان في صندوق النقد الدولي في حين عندي معنيها قوة أخرى عندها أموال يعني الدولي اللي تسلف في الاتحاد الأوروبي نفسه اللي أنا ما شيله نتسلف منه والتسلف في الولايات المتحدة الأمريكية أنا ممنوع علي باش نمشي نتفاوض معها نحكي على الصين نحكي على الصين نحكي على قوة الصاعدة نحكي على البنك الآسيوي الترمية في البناء التحتية نحكي على غيرها معنيها هذائل كله ثم فرص اليوم متاحة في العالم ممنوعها على تونس بقرار سياسي إذن يلزم تودسة أحنا منعينه على رواحنا أحنا منعينه على رواحنا لأن لأن حكمنا بجماعة منعوا علينا لأنه سابقا كان النظام يتصور أنه جد ما يقترب من الغرب معناه هو يستسلم لهم باش يأبد الحكم ونتيقوا على تونس في الأخير تخلاوا عليه واليوم زاد الجماعة اللي يجوه بعد 2010 معناها تقريبا حتى اللي كان يحشم نظام بن علي من أنه ينفذوا لصندوق النقد الدولي ولي الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي هو ما نفذوه والنتيجة أنهم تقريب ما قالهم ما اختلفش برشة على 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 بن علي وبالتالي اليوم اللي حبي يتعظ الدرس يلزم يبني دولة ذات سيادة وجزء من سيادتها هو سيادتها الاقتصادية وفي اختيار شركائها الاقتصاديين بناء على مصالحها مرمي مرمي أما هدايا كل لازموا لازموا أنتو ما تحبوه الدستر هذا هذا وجهة نظر لازموا لجنة قانونية بش تكتم وين اللجنة القانونية في الخام في الحوار اللجنة القانونية تقتل ايه موجود شكون فاهم مش كون مش مهمتي بش نسميهم معنا يما نأكد لك لجنة قانونية قاعد تقتل معنا تفهم أساد ذا متاع قانون هنا يخدموا على رواح في الموضوع القانون همش العمدية متاع الكليات خاطر ما نعرفش كل عمدية موجودين أنا ما عنديش معناها سرلي الموضوع للدرجة هذي لا أنا ما نجمش بكل حاجة اللي أنا مخول بش حق معناها اليوم قاعد يمنامشيوا في جلسات ومن المفروض مخرجت هالجلسات يتم كتابتها لا بجأة بصيغة قانونية ودستورية نتصور أنه الجلسة القادمة في غضون الأسبوع هذي بش يتم عرض المسود لأنه من المفروض معناها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي صار النقاش أعتقد بما فيه الكفية الرؤية قدمت هما وعدوا أنهم بش يقوموا بالعملية التأليفية في المقابل زادا اللجنة 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 اللي منصوص عليها في الرائد الرسمي في الفصل الثلاثين اللجنة القانونية لأنه رأوا فما زود طبيعي أنه ما نعرفوش حتى شكون موجود فيها اللجنة هذي سيمحسن على الأقل معناها فما ناس معروفين أعتقد أنه وحتى رئيس اللجنة العميد بودربيلة وغيره كل هذونا نصور موجودين في الصياغات القانونية وأنا خليني نقولك حاجة أنه الخليف مش بش يكون كبير حول المسائل الحقوق والحريات بالعكس هناك مطالب مثلا اتحاد المرأة والرابطة التنصية لحقوق الإنسان وجودهم غديكة وحتى المقترحات اللي قدموا فيها بش تزيد تعمق وتزيد تكرس معتها مسألة الحقوق والحرية معناها الفردية والعامة أيضا في علاقة بالتشريعات الكبيرة معناها في نظام الحكم معناها نظام السياسي ورئاسة وبرلمين ما أعتقدش بش نختلقه الشمس معناها في الشكل كبير معناها مع عدا بعض خصصيات ربما بش تكون هذا كان مش حاضر والله أنا ماريتش معناها ماشين في نظام رئاسي لا مش احنا معا نظام رئاسي اي والتوجه من قبل ما يبدأ الحوار متحاسمت المسألة ذي متخافوش من هذية متخافوش أنه بعد بش تكتشفوا حاجات اللي ما حكيتوش فيهم أصلا ولا ولا حاجات مكومش موافقين عليهم هو في المطلق أي واحد ما يتصورش اللي هو يكتب في الدستور معناها أنا إذا كانت تقريبا هذية فيه يمكن 60-70% من دستور الخطر احنا حدنتنا التوجهات الكبيرة إنكي مش نحاور غادي منش وحدي ومنش وحدي في البلاد بمعنى أني أنا حطيت مرتكزات اللي أنا نؤمن به لكن في المقابل في تعديل في الصياغات في وجود بعض البنود الإضافية غيرها إحنا إحنا مفتحي لأنه في النهائة ما نش تكتبوا فيه لرواحنا مش يكتب فيه ما نهى التيار الشعبي يروح ولا أي جهة أخرى تكتب ولا معناها الأعراف يكتبوا فيه لرواح وإلا اللجنة نفسها يلقى حاجة لا ما ترحبش النقاش أصلا باش نعطيك حاجة أحنا بالنسبة لنا توحيد السلطة التنفيذية مسألة حيوية تتعلق بالأمن القومي لبليد والحفاظ على الدولة التنصية والنموذج هذائم تفتت السلطة التنفيذية ذا نموذج مدمر تسعة شهر العراقيين عملوا الانتخابات التشريعية وامس البرلمان وقدموا في استقالاتهم لأنهم عجزوا على تشكيل حكومة نظرا لأنها قائمة على أولا تعدد السلطة معناها رئيس حكومة ورئيس جمهورية والسلطة التنفيذية هي رهنية عند الحزاب والحزاب رهنية عند كل واحد مرهون في بلاسا إلى درجة أنهم عجزوا شوف انت الوضعية اللي قالت له لبني شوف الوضعية اللي قالت له لي إذن مسألة توحيد السلطة التنفيذية بالنسبة لنا مسألة جوهرية أحنا معا أنها تتوحد في نظام رئاسي رئيس منتخب على دورتين كامل الصلاحيات وكامل الشرعية يجب أن يكون النظام رئاسي مع الضمنيات مع موجود محكمة دستورية مع غيرها مع سلطة زادة للبرلمان في الرقابة في التشريع في سحب الثيقة من الحكومة في الموافقة على الموازنة في الموافقة معناها على سحب الثيقة من الحكومة وغيرها هذا الكله يجب أن يكون معناها التحصيل حصل في الدستور هذي ثلاثة شهور نقاش الضوابت والتوازنات وصلاحية الرئيس شنو معناها شنية بالضبط صلاحية الرئيس ونحن ماشي شوفه نغيره النظام السياسي عليش لأنه عندنا أزمة مركبة تستدعي تغيير الدستور نغيره فيه مانيش نغيره فيه خطر نحبه نغيره ولنحبه نكتبه الدستور جديد فقط لا نغيره فيه لأنه فما إشكاليات عميقة وجوهرية معناها عشوها وبيت تختر كبير بالنسبة للتوازنة مشين باش نصلحه أعتقد أنه كما قلت لك معناها كل متفاهمين فيه ولا معناها في الجهة دا تشوف الإصلاح بطريقة نشوف بطريقة أخرى مثلا هذاك عليش عليش نعمله نقاش وحوار متفاهمين اللي يلزمنا نصلح هذاك عليش قعدنا مع بعضنا لكن بعض كل واحد عنده رؤية مختلفة علما أنه حتى في التمشي هذا كونه حكيت على تفتيت السلطة والصلاحيات والمسؤوليات في الفترة الأخيرة من خمسة وعشرين جولية لليوم الصورات الكل في يد شخص واحد شوف من غير من غير ما فما حتى أي تغيير معناها بوار اللي الأمور في برشة مجالات مشات بتوالي فرق ما بين حالة دايمة دستور بش يؤسس إلى حالة دايمة في الدولة التنصية فيها معناها حكم ثابت ودايمة يتغير إلا بالانتخابات وبين حالة استثنائية بش تنتهي من المفروض بعد خمسة وعشرين اشترين جولي لأنه زادة رو ما ننسوش احنا عشنا عام وايش بعد معتها الفين وحداش مع ذهب بحكم رئاسي يحكم فؤاد المبزع بمراسين بما فيها القانون الانتخابي اللي تعمل عليه المجلس الاساسي خرج بمرسوم من من استاذ فؤاد المبزع فؤاد المبزع ما كان نشوحكم كان رئيس حكومة وقتها هو اللي شدد المرحوم البيجي قاية سبسي هو اللي كان يقود في القاترة وقتها كان نظام هاجين هو كان نظام هاجين ومؤقت نظام هاجين ومؤقت وحتى هذية ونجح كون يوصل البلاد لمرحلة انتخابية مسك الرئيس للسلطة معناها التنفيذية والتشريعية وغيرها معناها يتم وفق الاستثناء مشوا وفق حالة دايما واحنا معناها حتى الناس اللي تقول معناها راه ويلزم الدستور معناها او الاستفتاء يتأجل احنا ضد تأجيل الاستفتاء لان تأجيل الاستفتاء بش ييمطط في الحالة هذية وبالتالي احنا نحبوها تنتهي بأسرع وقت ممكن هذك عليش طائر شعبي متمسك انه 25 جويل برغم كل الصعوبات وكل الملابسات يلزم ينجز فيه الاستفتاء مهما كانت مسودة الدستور اللي بيش تخرج من الحوار لانه اليوم دستور بش يتكتب في هال الايام القادمة بش نكتشفوه وقتاش 30 جوام المفروض مسودة الدستور تنهي الجدل منه ولا منه يعني كان يمشيوا الاستفتاء اذا الشعب التنسي عجبته مسودة الدستور وصادقة عليها انتهينا من المرحلة الاستثنائية وكتبنا الدستور جديد وبالتالي معناها خرجنا من الحالة هذي اذا كان الشعب التنسي صوت بلا على مسودة الدستور كيف كيف انتهينا من الحالة الاستثنائية ايه لكن هالدستور هذي ما يزم نفهموه قبل ما نصوتوا عليه من المفروض هي مش عام فهموه تو الدستور هو معناتها من المفروض نهار 20 اللجنة الحوار تسلم الرئيس مسودتها هي نهائية يبقى انه للرئيس ينجم يدخل تعديلات في اطار صلاحياته ينجم يقبلها كماهية ينجم يناديهم للتشاور حول بعض الفصول او غيرها ورئيس من 20 حتى لـ 30 في اي وقت ينجم ينشر المسودة النهائية في الرايد الرسم اذا تنشرت المسودة النهائية في الرايد الرسم بش تصبح متاحة للنقاش والتقييم فيها فصل فصل على امتداد المرحلة اللي انتخاب معناها الانتخابية من 3 جويلية حتى لـ 23 هل فهم امكانية انه طيار الشعبي يكون ضد المسودة اللي بش تخرج او اللي على اقل اللي بش يتم نعرضها على الاستفتاء شوف مثل مايش فرضية مستحيلة علش على خاطر احنا نتعطاوه في مشهد متحرك وفي وثيقة في اللخر هي معناها اراء عديد من الناس وفي النهاية فهم السلطة موجودة اللي هي رئيس الجمهورية هي اللي بش تخرج النسخة النهائية انا التيار الشعبي وقتيش يعطي القرار النهائي من الموقف من الدستور نهارة اللي تصدر في رأي دراس مليونة هذيك بش تكون النسخة النهائية وقتها الحزب لن يخجل من احدا بش يحطها على الدرس بناء على الوثيقة هذية وعلى التقييم شنو اللي جي فيها في علاقة بنظام الحكم في علاقة بالديمقراطية في علاقة بحقوق الانسان في علاقة بمعنيها الرؤية الاقتصادية العامة وفي غيرها اذا كان وجد فيها انه تنجم تأسس لها الجمهورية الجديدة اللي حلموا بها التوانسة بش يكون موقفه نعم اذا لا قدر الله لقين حكاية معناتها غير مسبوقة في التاريخ ولا معناتها ما جدت حد شي ولا معناها وقتها لكل حديث تنحديث اما بالنهاية معناها لا احدا معناها بعقله حتى اللي يكتبوا فيه بما فيهم العميد الصادق بالعيد ما نعتقدش انه نجم يقول من اليوم انا مصادق معناها ما تحتاجش برشة معناها حديث من ضمن الجلسات كانت لكم الجلسة مع وفد حكومي هو وفد ما كانش فيه وزراء وانا ما كان فيه مديرين عامين وجابوا مع راش شنو نجم ونسميه خارطة الطريق ولا الاستراتيجية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الجلسة هذية اثارت جدل كبير لانه يبدو كونه للي موجودين في الجلسة وللوفد الحكومي كانوا فهمين شنو شنو الموضوع وشنو الموجود في هل الوثائق هذي انا واحد من الناس ما كنت شررها لها لازمة علش لانه احنا نتحدث على رؤية عامة وعلى مبادئ دستورية والحكومة عندها برنامج ايني للتفاوض معناها فيه بعض الاصلاحات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي وحتى وزيرة المالية تقول انه هما لأول مرة مش الصندوق اللي جابلهم والتوصيات هما رفعوا مشروع اصلاحات اا اقتصادية وبالتالي معناها ما كانش عندها ارتباط كبير ياسر ياسر بالعمل اللي نقوموا به الا من قبيل معناها نوع من الاطلاع ونوع من الاضفاء نوع من الاجواء معناتها الايجابية ما بين الحكومة وغيرها وحتى معناها عدم حضور معناتها الوزراء كان مفهوم باعتبار ان الوزراء ما يحبوش الحكومة تكون طرف الحوار وفي سياغة الدستور وفي غيرها وبالتالي مفهوم انه جاءوا الخبراء تاعد دولة اللي اشرفوا على المشروع هذاك واعتقد انه مشروع ما فيهوش اصلاحات معناتها اا كبيرة اا هي الاجراءات اللي متعودين بها في كل في كل في كل مرة واعتقد انه الهدف منه هو بالنسبة لهم هو كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحتى السؤال اللي اا نوجهه لهم ماذا لو صندوق النقد الدولي ما قبل لكمش البرنامج اذاك ايتوا اجابة على السؤال اوه اه معناها لانه هدايا معناها فلا معناها لأول مرة تحط ايجاد اتفاق مع صندوق النقد الدولي كأحدى شروط متع اغلاق ميزاني اثنين وعشرين من وقتها ونحن طرحين سؤال متع ماذا سؤال هذا حصلتوا على اجابة لانه هما ربما معناها التكتيكين محبوش يقولوا البديل على خطر وقتها صندوق النقد الدولي قد يغضب عليهم لكن بالنهاية معناها انا واحد من ناس اللي يهمني معنا خطر انا منيش لاني في الحكومة ولا غيره انا اللي يهمني انه الدولة التنصية يلزم يكون عندها بديل ويلزم تكون محظرة بديل وانا في النهاية ممكن نقرأ معناها وما وراق السطور وبالتحليل انه الاتفاق اللي قامضاته الدولة التنصية بطريقة معناها ذكية وسريعة مع البنك الآسيا والاستثمار في البنية التحتية ربما يكون واحد من البدائل او ربما تلويح ببدائل ما اقتعرف سياسة ساعة فما رسائل معناها مشافرة احنا اميل كتيار شعبي انه صحيح احنا مناورتون اجماع مع صندوق النقد الدولي من 2012 لليوم وأنه صندوق النقد الدولي موكول على الدولة التنصية التزامات توجيه واذاك عليش احنا نطالبه رئيس الجمهورية وينه مسألة التدقيق في المديونية اللجنة اللي اللي تعاملت للتدقيق في المديونية شنوها عاملت وين خلصت لأنه تعرف انت التدقيق في المديونية سهل عليك التعاطي مع الدائنين بعد تالي حاول موضوع الديون الكريهة حاول شطب بعض الديون حاول التفاوض حاول يعني يلزم معناتها واحنا نطلبه من رئيس الجمهورية انه وين وصلت اللجنة اللجنة هذه في هذا الاتجاه في الاتجاه المقابل احنا نرأو انه الدولة التنصية زادة يلزمها تمشي تعقد اتفاق الشراكة ويلزم تحط معناها موضع التنفيذ وهي رأي معتها الفين وثمانتاش رأي رأي مشكلة كبيرة معتها احنا الفين وثمانتاش معناها في اربعة سبتمبر الفين وثمانتاش مذكرة تفاهم مع ستين للقيام بدراسة فنية واقتصادية معناها في ستة اشهر لمشاريع البولة التحتية في الوقت فين وثمانتاش ولكن بقت حبر على ورق اليوم اعتقد ها هو كنشوفوا احنا معتها خوية خطرة معتها فمانيس يجووا قولك معناها انتم تقولوا في اي كلم ها هو معتها قديمنا مثلا الاتحاد الوروبي الاتحاد الوروبي معناها ثلاثين سبتمبر الفين وعشرين ابرمت الصين اتفاقية شراكة استثمار مع ايطاليا في علاقة ببناء جنوة محطة لطريق الحرير البحري ثم معناتها فرنسا والمانيا واليونين في وقت لاحق ثم بعد تالي في مصر حاول قناة السويس معناها تقريبا مشروع بقيمة يعني قيمة مالية مهولة الجزائر مشروع اعادة وتهيئة ميناء الحمدنية بتمويل صيني بلغ 3.3 مليار دولار يعني تقريبا جد المبلغ اللي تطلب فيه تونس من صندوق النقد الدولي معناها المغرب المغرب مش فقط بنا تحتية حتى معناها مدن صينة صناعية تونس برك الدول الخليجية انت تعرف اليوم حجم معناها الاتفاقيات اللي ابرمت ما بين الامارات وما بين السعودية معناها مع الصين في علاقة بطريق بطريق الحرير شنو اللي مانع الدولة التونسية اليوم بش تدخل في المجال هدايس وان كان في علاقة انه عندها الخلل في ميزانها تجيب مع الصين يمكن بالاتفاقية نجم معناها يتصلح الحاجة الثانية اتفاقيات في علاقة بالبناء التحتية اللي تنجم تتحقق والتنجم معناها بالنسبة لنا احنا معناها فما حتى دراسات معمولة انه معناها 11 مليار دولار معناها في علاقة بالموانئ العميقة وفي علاقة بالقطار السريع وفي علاقة بالطرق السيارة والمطارات وغيرها ينجموا يحاولوا تونس معناها الى بنية تحتية معتها جبارة كذلك معناها مسألة الاستفادة من التكنولوجيا وتعرف انت التطور والنهضة اللي حدثت في رواندي كانت بسبب الشراكة مع الصين وتوطين التكنولوجيا الدقيقة اللي اليوم اللي تطوروا به اما راه التجارب امتع برشا دول مع الصين ماهيش بالايجابية اللي نصوروا فيها سي محسن لانه فما دول اللي خسرت الابرات متاحة وخسرت السيكاك الحديدية متاحة لانه ما قدرتش ترجع للقروض هذية وبالتالي تصبح فقدة للسيطرة على البوابات متاحة هو فما 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 حاجة اسمها دراسة المخاطر يعني بالنهاية انت كتعقب اتفاق شراكة مع اي جهة كانت الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة الامريكية ولا غيرها من المفروض تدرس المخاطر وتدرس حتى التجاربها العالمية وين الخلال اللي حصلت واضح؟ انا سؤالي نطرحه اوكي الصين فما دول معناها حصلت لها مشاكل اضافية من جراء شاركتها مع الصين هذية لا تنكر الصين ولا تنكر الدول هذية وصلت حتى الدرجة بي انا نسئل سؤال ونحن شاركتنا معا معا الاتحاد الاوروبي وين وصلت عليش نحن معناتها نمشي ونحكي وعلى معناها سامحني في الكلمة عبارك اللي قالوا معناها خلت رجلها ممدود ومشت تندب على مسعود معناها احنا ما ندبناش على همنا وعلى شاركتنا معا الاتحاد الاوروبي ومع صندوق النقد الدولي اللي فلستنا وعرتنا روسنا وخربت الاقتصاد التونسي ونندبو على دول الأخرى عندها شاركات ما نجحتش مع الصين هايش هاي رواندا نجحت في شاركاتها لانه زادها في النهاية وقت اللي يبدأ انت عندك منظومة حكم فيز ده وقطاع منها معناها ثقوب سوداء متاع فساد بالنهاية تشارك الصين ولا تشارك امريكا ولا تشارك الخليج ولا تشارك اللي تحب عليها انت في الاخر بش تفلس لانه بالنهاية وقت اللي انت عندك معناها يعني ما عندكش حوكم رشيدة وما عندكش معناها ادارة مراقمنة وما عندكش معناها روح مواطنية صحيحة في النهاية الشارك اللي تحب عليها انت خيراية الدول الميشتكية ولا معناها جاية معناها تعمل في الخير الدول تلوج على الربحة متاحة وتلوج على مصلاحة وبالتالي السؤال الي طرح نفسه احنا اسادي ما نمشوش للصين ما وتحبوا ما نمشوش نا لا في الاخير انا بلعكس بلعكس انا سؤالي ليك مش هذا سؤالي ليك الى اي مدى الدستور قادر يغير اللي انت قاعد تقول فيه اليوم لانه اللي قاعد تقول فيه انت اليوم هذي المشاكل اللي احنا ما ناش قاعدين معناش رؤية فهالشراكات اللي نعملوا فيهم مش شي تغير بالدستور سيمو حسن لا الدستور هذي تحكي على دولة عميقة دولة التنصية بالدستور وراه اذا كان هذا معناها تم الالتفاف عليه معنى ذلك وانه فما الوبيات ولا تزال نافذة بيش تمنع هذي واحنا على قل الكلام اللي اسمعناه معناها غديكة انه موضوع تنويع الشراكات وانه فما حتى ما نحبش معطي خاطر المجالس امانات فمش كون جاي لنحنا علاقتنا اليوم بالاتحاد الاوروبي عبارة عيريان يسلب في ميت مش ابعد منا معناه يعني الاتحاد الاوروبي مفلس للماني طيب و بش حم عندهمش الزيت خاطر الزيت يجيبوا فيه من من اوكرانيا ومن روسيا معناها نسب التضخم في بريطانيا ووصلت رقم لم تصله حتى في الحرب العالمية الثانية هو احنا مازلنا مكبشين غادي معناها يعني من المفروض المؤشرات اللي شفناها في الحوار انه مسئلة تنويع العلاقات احنا منيش معا القطيعة لانه بنهايك ندخلوا في القطيعة ما نستفيدوا حتى من حد لانه احنا نجم نكونوا بلاتفورم للتجارة العالمية نجم نكونوا بنية تحتية جبارة معناها تربط افريقيا باوروبا باسيا بغيرها وبالتالي من مصلحتنا انها تتعمق شراكة متكافئة مع الاتحاد الاوروبي وتتعمق شراكة في محيطنا الاقليمي وتتعمق شراكة في القوى الصعدة ومتكافئة ويلزمنا نحطه في اعتبارنا بعض المشاكل اللي عاشتها الدول الأخرى في شراكاتها مع اي قوة اقليمية ولا دولية في العالم في الاثناء هل المحاولات هذية في ايجاد خارط الطريق استراتيجيا نسميهها اللي نحبه في الاثناء زادا قاعدين نكتبه في دستور في مناخ اقتصادي واجتماعي اللي نعرفوه الناس كل ماشيين في اضراب عام بعد نهارين ثلاثة نهار الخميس ستاش هل هذا في صالح الدستور الجديد هل هذا في صالح الاستفتاء عموما وفي صالح البلاد في تقديرك هو واحد من مقومات النجاح في الاستفتاء هو خلق حد من مناخ الاستقرار تراه موجود هذا اليوم؟ بالحد الادنى المطلوب وذلك عليش احنا معاه انه لحكومة تسعى من جهتها على الاقل باعتبارها هي الجهة الموكولة لها معنيها انها اه توصل الى اتفاق في الساعات هذية معانيتها مع الاتحاد العام تنسي للشغل باعتبار انه لضراب العام اعتقدره وما نعتقدش انا على الاقل ما اعرفه لذلك فما هي مش تحرك انه تتصلح الامور في الثمانية واربعين ساعة القادمة والله يا اخوية معانيتها فما نعرفه قبل اضرابات اسوان كانت قطاعية وإلا حتى اضرابات معتها عامة في القناة معانيها اتسويت احيانا ليلة الاضراب نفسه معانيها خرجت برقية الاضراب وترتيبت الاضراب وفي الليلة هذيكة معانيتها قبل نص الليل خرج معانيها البلاغ من الاتحاد العام تنسي للشغل بانه راو السنة التسوية والغي الاضراب لانه الغال اضراب مسألة اعتقد بسيطة بالنسبة للاتحاد اذا وصلوا الى اتفاق ما معين ففي نظري وفي نظرنا انه الحكومة كما الاتحاد من مصلحتهم ومن مصلحة البلد انه ما نمشيوش للاضراب العام لانه محافظة واحد يحب للاضراب العام الضراب العام هو آلية من آليات الضغط لتحقيق المكاسب الحوار هو الآلية المثلة لذلك احنا نتمنى وانه ما يصلوش للاضراب واذا وصلنا يزا متعاطي معاه بحكمة معانيها سياسية اسوان كان من الرئيس ايضا من الاتحاد يزم يعرف انه المناخ العام في البلاد متوتر معناها وشفت انت معناها التصريحات واني وهونيك ومحاولة الاستثمار في موقف الاتحاد معناها من جهات معاينة الاتحاد معناها يزم يفهم اللي هو معناتها يمشي على 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 معناها عملية دقيقة برشة معناها في البلاد احنا لا نصادر حق معناها منظمة واي نقابة معناتها واي انسان في انه يدفع بحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مراعاة المناخ العام في البلاد اذا يا رأينا معناتها بوضوح في كل الحالات هذه ماهوش في فايدة الاستفتاء ماهوش في فايدة المناخ العام اللي بيشتير فيه الاستفتاء يذورني هذا مؤقت الاستفتاء يطلب معناها من رئيس الجمهورية التالي في نظرنا اول باب رئيس الجمهورية لازموا واني معاكم اكثر مرة لازموا ياخذ قرارات استثنائية وجريئة في المجال الاقتصادي يلزم معناها حان الوقت امتاحها واعتقد انه الوضع الداخلي والخارجي مواتي لرئيس الجمهورية بيش يتخذ قرارات كبيرة في المجال الهدية ايضا موضوع المحاسبة ولو انه معناتها اللي يحصل في القضاء معناها عطل معناها بشكل كبير معناها ملفات كبرى معناها كانت تنجم بيش نقل تحدث نقلع نوعية في المشهد معناها في في تونس الحاجة الثالثة هو الدستور في حد ذاته لانه الدستور اذا كان كان اجابة على انتظارات التونسة وكان محل رضاء معناها الجميع وانه حتى الموقف منه من بعض الناس هو موقف النكايف الرئيس مش على خاطر مضمون الدستور خيب فانه الدستور هو في حد ذاته بش يكون واحد من رفعات النجاح جزيلا شكر ليكسي محسن النابتي الناتق الرسمي باسم الطيار الشعبي مروين عشوري كل الشكر كانت معنا في الاخراج اماني بن نصر تلقاوا الفيديو على فيسبوك مع تقوى المديوني في الاخراج تفوق تونس ليس بلاش في نهاية مباراة تونس واليابان في نهاية كيرين كاب جزيلا شكر لكم المستمعين امتين اتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت وليد برحوم انحييكم شاهي طيبة ناس كل في لامان